بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم اذا دي ليل الجمعة طبعا بمشاعة الله تعالى يعني ملال المفترضة مقبول فيها ان شاء الله بإذن الله الدعاء مهم جدا اذكر نفسي وياكم بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء ما بين الصلاطين هي اقرب للاجاب بإذن الله تصلي على رسول الله في الاول ثم تسأل الله ما شئت ثم تصلي على رسول الله في الاخر ربنا كريم يعني كده كده الصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام بتبقى مقبولة الاولانية والاخرانية وربنا سبحانه وتعالى اقرم الاقرامين فلابد ان هو يستجيب للدعاء اللي في النص تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال للي ما عرفش وللي ما شافش كان فيه فيديو ساعة خمسة ونص ستة كده بعنوان كشف المسطوع في املاك مرتضة منصورة موجودة على القناة تاني للي ما عرفش وللي ما شافش فيه فيديو يتعامل كده مسجل ونزل مسجل يعني تمام اسمه كشف المسطوع في املاك مرتضة منصورة نزل الساعة 6 يعني اللي ما شافوش يده يخش يشوفو لأول مرة بيتم منقشة قضية من كافة الجوانب بتاعي لأول مرة بيتم اثبات مخالفات من كافة الجوانب ايه بتاعيتها تعرضنا في القضية دي للعمارة بتاعة مرتضة منصورة اللي هي كانت فيلا قبل كده والمارينة والمراسي تمام والأول مرة زي ما بقول له حضراتكم يعني فيه حد يتناول قضية بالمنظر ده أو بالمفهوم ده شروط عيال جدنا مستندات رسمية عرضنا مستندات قد كدس صور فوتوغرافية جدنا وعرضنا صور حية فيديوهات جدنا وعرضنا وجبنا أصل الحدوتة وجبنا أصل الموضوع من الألف إلى الياء جبنا أصل الحدوتة وأصل الموضوع من الألف إلى الياء لأن الموضوع دوت وموضوع الفيلا كان فيه أقاويل كتيرة جدا يعني فيه ناس حتى من نات زمالك قدام اللي يجي يقول لي على الموضوع اللي هو ويسيب موضوع الست واللي يجيب موضوع الست والقضية بتاعت الأداب بتاعتها وعلاقة مرتدة كان إيه ساعتها بيه واللي يجيب موضوع راجل المسيحي صاحب الأرض واللي يجيب ويسيب الباقي واللي يجيب الخناءة بتاعت المحامي ويسيب الباقي واللي يجيب الفلوس اللي اتخذت ويسيب الباقي كانت المعلومات في الموضوع بتاع الفيلا بتاعت مؤتدا منصور متناثة وفيها اقول كتير وناس تكلم ايه يعني ناس تدخل العطل مع الباطل فلما نلقوا الموضوع شهود عيان شاهد عيان حكى القصة من الالف الى الياب اوراق ومستندات اد كد كم المخالفات اللي موجود ماشي سوى من عالطبيعة على الوضع على الارض ايه السوى الهندسية ايه اللي المفروض كان يتعامل واللي بيتعامل دوت الغراب بتاعه ايه الغرامات اللي 4700 مش عارف كم من شهر 4 2011 لغاية النهاردة فيعني بصوا موضوع لا يعني للتاريخ فعلا للتاريخ النادي الاهلي بيقدم البلاغ رقم 11 النادي الاهلي بيقدم البلاغ رقم 11 الكاتب محمود الخطيب بيقدم البلاغ رقم 11 ردا على التجاوزات الجديدة لرئيس الزمالي تقدم محمود الخطيب عن نفسه وبصفة رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي بالبلاغ رقم 11 الى معالي المستشاري النائب العام تحت رقم 29146 عرائد ناكتب فاني ضد رئيس نادي الزمالي وتجاوزاته غير الاخلاقية التي جاءت على لسانه مساء امس من خلال شاشة قناة نادي وحسابه رسمه على الفيسبوك وقناته على اليوتيوب وقال للخطيب في بلاغه ان رئيس الزمالي تجاوز في حقه واسرته ووجه اليه الفاظا للاقيقة واتهامات باطلة سواء بالتصريح او التلميح وزاد فيه تطاوله بما يعف اللسان عن ذكري ردا على قيام رئيس الاهلي بتقديم بلاغات سابقة الى المستشاري النائب العام لحصول على حقوقه بطرق القانونية وهدى رئيس الزمالي انه حال تضيق القانون عليه فان انصاره وهم بالملايين ونقف هنا لان هنا هنقف كتير احنا هنا هنقف كتير فان انصار وهم بالملايين على حد قوله بالفيديو لن يصمتوا في اشارة لاشاعة الفوضى في بلد سيادة القانون وجاء على لسانه ايضا عبارات تمس وطنية رئيس النادي الاهلي وكيان ناديه والتي يشهد التاريخ عليها وهنا لازم نقف ليه لانه طبعا عمل فيديو مبارح اتكلم فيه ممكن 25 دقيقة من داخل الاشتراكات في نادي الزمالك ومن فضل حضراتكم محتاجين لايك كتير جدا بعد اذن معليكم يعني كل الناس اللي موجودة معنا في الشات بعد اذن حضراتكم يعني محتاجين لايك كتير اللايك رائمك محتاجين لايك كتير لان زي ما انتم شايفين كده يعني عايزين كمان صوتنا يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس ماشي من فضل حضراتكم اه عصام كريم قول للناس سيد وصبي وعلي من فضل حضراتكم يعني قولوا لناس كلها اعمل لايك على قد ما تقدر علشان الفيديو يثبت علشان نقدر نشتغل علشان الصوت يتسمع فين في مصر كلها وفي الدنيا كلها صوت الحق طبعا كلمة الحق حاول لحضراتك ان انت توصل حاول حضراتك ان انت توصل طبعا طلع انبارح اتكلم وقال طلع انبارح الله يا كريم ما كدرويش تسلم لي يا نجم النجوم الله يا كريمكم شكرين يا جماعة طلع انبارح طبعا اتكلم وقول يعني الليلة دي كلها حاجة وقصت انت هترفع عني الحصانة يا خطيب انت هترفع عني الحصانة يا خطيب حتى لو الحصانة رفعت عني ده اللي تقال حتى لو الحصانة رفعت عني انصاري اللي بالملايين مش هيسبوك ده ما قاله او اللي قاله مرتدى احمد محمد منصور مبايح في الفيديو بتاعه معنى الكلام دوت خطير جدا الكلام ما بيطلعش كده يا جماعة الكلام غاية في الخطوة غاية في الخطوة زي ما قلت لحضراتكم قبل كده الارض من تحت الاجليب تتهز منفعل جدا وفي حاجات انه هردى حصلت في نادي الزمالك يعني بحدلة النهاردى في بحدلة حصلت هقولها لكم في نهاية الفيديو ابتدى يفقد اعصابه لدرجة مهولة انما نوصل نوصل ان انت تبعث بان انصارك اللي بالملايين مش هيسيبه محمود الخطير في حال رفع الحصانة عنك انت كده بتهدد بالفوضى شعب الاهلي احنا بنحضر شعب الاهلي احنا اسم الاكاونت كده شعب الاهلي احنا بنحضر ده اسم الاكاونت ماي لايف اوكي مصطفى اشرف مهامورسي اوكي خلونا في الموضوع بتاعه باحنا بنتكلم وبنقول ايه احنا بنتكلم وبنقول هما فين دول انصارك اللي دول 17 واحد دول 17 واحد ما تصدرش للناس وما تصدرش للدولة حاجة انت شخصيا مش قد بها انت شخصيا مش قد مصطفى اشرف قال لي وبيقبضوا الله يبريك لك ده ده كمان 17 واحد وبيقبضوا اقسم بالله العليل العظيم اقسم بالله العليل العظيم ان ما فيه واحد يقدر يعمل واقفة على نفس يتشارع يعكس واحد عشان خطرك مش تقول لي انصيب الملايين ومش انت فاكر نفسك سمريدة سيد قضب فاكر نفسك قضب انت نفس الفكر ونفس الفهم ونفس البتاع بتاع الاخوان نفس الفكر الشرع هيتخرق لو طفعت من على الحرب في التحدي ونفسك من الناس الناس اللي حواليك دول يا اما منتفعين الناس اللي حواليك دول يا اما منتفعين اه سيد وقال كده في التحقيات كان فيه مسلسل كده قبل ما يعدموه قل لك الشرع هيتخرق وبداع مش هيفيه وفتكر نفسه زعيم حبيبي اعرف اعرف حجمك الطبيعي ايه اعرف حجمك ووضعك الطبيعي ايه حجمك يا حبيبي ووضعك الطبيعي ان اللي شغال معاك حاجة من اثنين يا مرعوبين يا مرعوبين وخايفين منك ومن اذاك ومن سلطانك ومن جبروتك اوالله العظيم زيب بقول لحضراتكم كده يا اما الناس منتفعة وبيقبضوا حلوة قوي فلوس ما شوفوهاش قبل كده انا عارف انا بقولكوا ايه اصلا انا في المطبخ يعني المطبخ ده انا عارفه انا حفظه اقول لك ده ايه وده ايه وده ايه وده تبع مين وده بيعمل ايه وده كان فين وقلب بقى فين وده كان لابس انا وفانيلا وقلب يعني الناس دي بالنسبة لنا محفوظة الناس وهو شخصيا بين اللي معاه كلهم محفوظين من اول احمد وامير ومحمود خالد ووحيد وطرق بازا طعمر رجالة كله طعمر رجالة كله احنا حفظين بعض طعمر رجالة ده كله احنا حفظينه فلما تيجي تتكلم لما تيجي تتكلم اتكلم بالواقع زي بنا بقولك كده سهم 17 واحد وبالفلوس بالفلوس انما ناس وقفة بتحبك ومؤمنة بيك وبقضيتك والكلام ده انت انت مش ساعد زغلول ما تعمليش فيها ساعد زغلول بصباعك فاهم ولا مش فاهم فما تصدرش الفتنة وما تشعلهاش ومتحاولش تحط جمهور نادي الزمالك في جملة مفيدة ضد الاهلي وضد الخطيب وضد جمهور النادي الاهلي وانت لما تقول كده للخطيب جمهور النادي الاهلي ليس كت ليس كت ليس كت بسيط جدا ان انت اقل من كده بكتير قوي انت اقل من كده بكتير قوي وانا قلتلك وبقول هالك قدام مصر واجه اي حد من من الناس اعدائك او بلاش اعدائك دي ان الناس المختلفين معاك واجههم راجل لراجل ارفع من نفس عن نفسك الحصانة وارفع عن نفسك الحماية وارفع من عن نفسك السندة اللي انت مسنودها تمام واجه راجل لراجل واحد ضد واحد وشوف هيتعامل فيك ايه قانون برضو طب واجه واحد ضد واحد اعلام وشوف هيتعامل فيك ايه طب واجهد واحد ضد واحد ادارة وشوف هيتعامل فيك ايه انت مين يا لأ هو الفروق بيقولها لك وانت مين يا لأ